الآن نرحب بضيفنا من برلين ناصر زهير رئيس قسم علاقات الدولية في مركز جينيب للدراسات أهلا بك سيد ناصر حتى اللحظة نستطيع أن نقول لدينا مؤشرات لدينا ربما دلائل يعني على قرب التوصل إلى تهدئة ما إلى هدنة مؤقتة ما حتى لو كانت لأربعين يوما إنما في المقابل هل تعتقد سيد ناصر أن إسرائيل تستطيع أن تستمر في حربها مع قدوم شهر رمضان نعم تحياتي لكم المشاهدين يعني إلى حد هذه اللحظة بحسب ما قال الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي أو التأييد الدولي وبالتالي يعني مسألة استمرار إسرائيل في هذه الحرب إلى ما لا نهاية أصبحت صعبة للغاية في الوقت الحالي ومسألة استمرار الدعم الدولي أو الغطاء الأمريكي لإسرائيل أيضا أصبح أمر محرج لإدارة بايدن ولكن المسألة الآن هي في الأربعين يوم التي سيتم توصل إليها أعتقد أن الأمور أصبحت شبه جاهزة الآن وبعدها يتم الحديث عن الخطوات التالية بوريلد مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية بينتظر وقف اطلاق النار ليبدأ بتفعيل المبادرة الأوروبية التي طرحها قبل ذلك في مسألة وصول خارطة طريق لعملية السلام وأن يكون هناك وقف للقتال بشكل دائم في قطعة غزة ومسألة السلطة الفلسطينية وكثير من النقاط التي يمكن الحديث عنها ولكن إسرائيل إلى حد هذه اللحظة المشكلة هي في المعادلة التي نتحدث عنها هي نتنياهو نتنياهو لا يريد وقف القتال هو يريد استمرار القتال إلى فترة طويلة لأنه يدرك بأن وقف الحرب الآن يعني بأن مستقبل السياسي أصبح على المحك ولذلك هو حتى لو كان بيصيغة قليل هل يستطيع أن يستمر في حربه في رمضان سيد ناصر تعتقد؟ إذا لم يتم التوصل إلى هدنة الآن هو سيستمر في حربه في رمضان لا يوجد رادع بالنسبة لنيتنياهو أو إسرائيل إلا إذا كان هناك ضغوط كبيرة في مجلس الأمن والأمم المتحدة ولكن مسألة الحرب في رمضان يعني لها حساسية ولها خصوصية ولذلك يعني بايدن يضغط لوقف العمليات العسكرية والوصول إلى هدنة في الأيام القادمة ولذلك المسألة الآن أعتقد بأنه هناك دفع للهدنة ولكن ما هو الفارق بين رمضان وغير رمضان الضغوط لن تكون يعني أكبر من التي فرضت الآن لمسألة أن يكون هناك وقفة إطلاق النار ولكن المسألة بأنه لا يستمع لأي صوت كان دولي أو إقليمي أو الولايات المتحدة لا تستمع إلى صوت خاصة حلفائها الذين ينادون دائما ويعملون معها ويناقشون معها مسألة وقف لإطلاق النار بشكل عام سيد ناصر حتى الآن نتحدث عن 144 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نتحدث عن 30 ألف شهيد نتحدث عن 70 ألف مصاب وجريح نتحدث عن سياسيات تجويع ربما لم يعحدها العالم يعني من قبل لم نعاصر ذلك يعني هل تعتقد أن كل ما ذكرتها أنا للتو سيمر مرور الكرام؟ مسألة أن يمر مرور الكرام الأمر لا أعتقد ذلك لن يمر مرور الكرام لأنه ستكون هناك تبعات لهذه المسألة وما يجري الآن يعني التبعات ستكون أولاً في المحاكمات الدولية ومسألة مسألة المسؤولين الإسرائيليين النقطة الثانية في مسألة عملية السلام وهل يمكن الوصول إلى السلام وهل يمكن أن تنفجر الأوضاع أكثر من ذلك يعني إلى حد هذه اللحظة وحسب ما ذكر تقريركم الأمور في الضفة الغربية هي قابلة باتت قريبة جداً من الانفجار ومسألة أن الأوضاع في شمال لبنان أيضاً ليست على ما جنوب لبنان وشمال إسرائيل ليست على ما يمكن أن يتنفي التوصل إلى تهديئة شاملة كما تريد فرنسا والولايات المتحدة ولذلك يعني ما قامت به إسرائيل لن يمر مرور الكرام ولكن أيضاً لن تعاقب إسرائيل وفق ما يجب أن تعاقب وفق القوانين الدولية لأنه حتى لو كان هناك عمليات عسكرية أو حرب أو استهداف لحماس التي تصنف مثلاً في الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية الأمر لا يمكن أن يعطي مبرد لكل عمليات الاستهداف للمدنيين والنساء والأطفال وقصب المشافي يعني كل ما قامت به إسرائيل أبداً يقول 80% ما قامت به إسرائيل في قطاع غزة وفق القانون الدولي يندرج كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولذلك يجب مساءلتها ولكن هل المساءلة ممكنة؟ أعتقد بأن الأمر يعني ليس بهذه السهولة وطالما أن الولايات المتحدة تعطي إسرائيل الغطاء والدعم في مجلس الأمن الدولي داخل أوروبا حالياً يا سيد ناصر يصف بعض أصحاب الأقلام الصحفية يعني نتنياهو بأنه بات أخطر رجل في العالم الرجل الذي يستمر في حربه ويفتح جبهات في الشمال مع لبنان والذي استقدم إلى المنطقة حميلة طائرات وغواصة وربما هو على استعداد لتوسعة رقعة هذه الحرب بل هو على استعداد لحرب عالمية ثالثة ربما هل تتفق أو تختلف مع هذا الرأي لأدري لا أنا أتفق مع هذا الرأي بأن نتنياهو الآن خطورة نتنياهو ليس فقط في أنه يريد عمليات عسكرية خطورة نتنياهو الآن بأنه مستقبل السياسي مرهون بالحرب يعني طالما أن الحرب مستمرة مستقبل نتنياهو السياسي قائل طالما أن الحرب توقفت الأولاً لديه نقطتين نقطة المعارضة التي ستقصي من السلطة بذريعة بأنه فشل في حتى حماية الإسرائيليين من هجوم 7 أكتوبر النقطة الثانية هي القضايا التي بدأت تفتح عليه وكانت سابقاً تلاحقه قضايا فسادية يعني من النقطتين لن يكون لديه أي دان يقول رادع لوقف العمليات العسكرية النقطة الأهم بأنه حتى بايدن والإدارة الديمقراطية هم صحيح يقدمون الدعم الأكبر لإسرائيل ولكن أيضاً هم لا يفضلون بقاء نتنياهو في السلطة ولذلك نتنياهو يعول على أن تبقى هذه الحرب لأطول فترة ممكنة سواء كانت في قطاع غزة أو في لبنان أو في مناطق أخرى وأيضاً لذلك هو يطرح أيضاً سيناريوهات اليوم التالي كما يسميها أو كما تسمى في الإعلام بأنه إسرائيل لن تتخلى عن المسؤولية الأمنية يعني بمعنى حتى لو توقفت الحرب هو يريد القيام بعمليات عسكرية دائمة في قطاع غزة وهذا يبقي حالة الاستنفار الأمني والعسكري قائمة في إسرائيل وإمكانية بقاءه في السلطة كثيراً ما تحدث نتنياهو سيد ناصر عن اليوم التالي للحرب في غزة إنما ماذا عن اليوم التالي لعلاقات إسرائيل مع محيطها علاقات إسرائيل مع محيطها الآن هي في أسوأ مراحلها يعني كنت مع الدول التي لديها اتفاقية السلام مصر والأردن العلاقات الآن في أسوأ مراحلها وهناك شبه تهديد أو شبه خطر في أن تنهار عملية السلام بين إسرائيل ومصر مثلاً اتفاقية السلام بسبب قيام أو إمكانية قيام إسرائيل بعملية عسكرية في محور فلادلفيا أيضاً نقطة ثانية مسألة دمج إسرائيل هذا المشروع الأمريكي الذي كان بيعادة دمج إسرائيل مع جوانها في الشرق الأوسط أيضاً لم تكون عملية سهلة الآن بعد كل ما قامت به إسرائيل إلا إذا حدث اختراق ووصلنا إلى مرحلة إطلاق عملية السلام وحل الدولتين كما يطرح بايدن وكما تطرح الأطراف الغربية ولكن هناك دائماً اختلاف هل هو حديث فقط دبلوماسي أم فعلياً هم يدفعون نحو هذا الأمر ولذلك يعني أعتقد بأنه مسألة علاقة إسرائيل مع جوانها هي الآن في أسوأ مرحلة وستبقى في أسوأ مرحلة حتى لتوقفة الحرب إلا إذا حدث اختراق كبير في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووصلنا إلى عملية السلام حقيقية هنا قد تتغير المعادلة ولكن مسألة أن تعول إسرائيل على أنها ستستعيد علاقاتها بعد نهاية الحرب كما كانت قبلها الأمر أعتقد بأنه صعب بعد استقالة حكومة الدكتور إشتية سيد ناصر هل تستشعر أننا أمام شيء ما تتم صياغته الآن لترتيب البيت الداخلي في فلسطين؟ أعتقد نعم يعني لا يوجد خيار آخر الآن سوى إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وأعتقد بأنه الخطوات الآن التي اتخذها الرئيس الوزراء الفلسطيني بتقديم استقالة الحكومة هي خطوة إيجابية ومهمة جدا من أجل إعادة توحيد الصف وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني خاصة بين الأطراف الغربية الأوروبية والولايات المتحدة والأطراف الإقليمية تنادي حتى وهي تضغط في مسألة الحل السياسي وأن يكون هناك هيئة سياسية طالما بأنه مسألة أن تقود حماس قطاع غزة بعد نهاية الحرب هي مسألة مرفوضة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى أطراف أوروبية أو الأطراف الدولية الداعمة وبالتالي مسألة وجود حكومة فلسطينية أولا مقبولة من الفلسطينيين بكل أطيافهم حتى من كانوا من حماس فتح أي أن كانت هذه الأطراف النقطة الثانية أن تكون مقبولة دوليا أيضا في مسألة أنها قد تستطيع تسيير الأمور في قطاع غزة وإن كان تحت اسم السلطة الشكلية لأنه في قطاع غزة أو موضاع الأمنية تدار بطريقة لديها حسابات أخرى ستكون في المرحلة القادمة وأيضا أن تكون ممثلة لدعني أقول حكومة قوية تقود عملية السلام أو مفاوضات السلام في المرحلة القادمة ولكن لازال الطريق طويل في هذه النقطة نحن لازمنا في البداية المسألة تتعلق بمن ستكون هذه الشخصيات من سيقول العملية السياسية ما هي الشروط كثير من النقاط ومسألة إدماج حماس في منظمة تحرير أم لا بأسماء أخرى ونفس الأسماء كثير من النقاط أعتقد ستكون في مشوار طويل نوعا إنما هل لديك تصور سيد ناصر عن مقاربة ما لتحديد مستقبل حماس السياسية على أقل تقديد هناك سيناريوين الآن المقاربة الدولية وهي مطرحها بوريل يعني دعيني أسميها بالمعتدلة نوعا ما تقول بأنه مستقبل حماس في إدارة قطاع غزة غير مقبول وهذا الطرف تتفق فيه كل الأطراف الدولية ما هو الإمكانية الآن التي يمكن أن تكون فيها إمكانية وجود أسماء جديدة هذه الأسماء الجديدة التي تمثل حماس وإن كان بأسماء أخرى يعني بمعنى أن ليست حماس مهن هي موجودة في السلطة ولكن أسماء قريبة منها وأسماء دعني أقول تندرج تحت التوافق في قطاع غزة هذا هو السيناريو الممكن لأن تبقى قضية هي قضية السلاح أو الوجود العسكري لحماس كما هو سيكون شكله كيف سيكون شكله لاحقا وهل هناك إمكانية لتوافق معين وإدماج معين لكل ما نتحدث عنه في داخل السلطة الفلسطينية مسألة القضاء على حماس بشكل كامل هي مسألة شبه مستحيلة الآن في الوقت الحالي ماكرون قال إذا كان هذا الهدف الإسرائيلي هي تحتاج إلى عشر سنوات وربما أكثر أيضا مسألة طالبان هي سيناريو مشابه لأن طالبان أيضا صارت في نفس المسار صنفت إرهابية وتعرضت لحرب مباشرة ثم اطلت الولايات المتحدة للعودة والتعامل معها في اتفاقيات معينة نفس الأمر في مسألة حماس ولكن الأفضل أنا أعتقد بأنه لا أن يكون هناك شخصيات يعني لا أن نتحدث عن أن حماس يجب أن تبقى في غزة ولكن بأسماء أخرى أو وجوه أخرى بل أن يكون هناك سلطة فلسطينية أو سلطة بهيئة جديدة فلسطينية تذوب من خلالها حماس مع فتح مع الجهاد مع كل هذه الفصائل الفلسطينية هذا هو السيناريو الأفضل الآن حتى يكون هناك قوة في التمثيل السياسي وقوة دولية وسحب لذريعة أن حماس هي من قد تقود العمل في قطاع غزة مرة أخرى وبالتالي هذا ما يقوله نتنياه على أقل تقدير أو الحكومة الإسرائيلية بأنهم يريدون تولي المسؤولية الأمنية في قطاع غزة حتى لا تعود حماس إلى نفس قوتها إذا كان هناك كيان ذابت فيه حماس مع فتح مع السلطة الفلسطينية عفوا مع الجهاد في سلطة فلسطينية جديدة قد يكون هناك سحب لهذه الزريعة وبأن هذه السلطة الفلسطينية الجديدة هي من تتولى المسؤولية الأمنية في قطاع غزة ولكن في هذه النقطة تحديدا سيد ناصر ربما دارك وسؤال الأخير لحضرتك في هذه النقطة تحديدا يعني ثمت السؤال الأكثر إزعاجا إذا ما حدث ما تفضلت به الآن هل في نهاية المطاف هذا الأمر ربما سيخدم الحق الفلسطيني أم سيناله من الحق الفلسطيني لا أعتقد في المرحلة الحالية سيخدم الحق الفلسطيني لأن مسألة أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه يعني بأن إسرائيل تبقى تنفذ ما تريده في قطاع غزة وتبقى هي من تتولى المسؤولية الأمنية ومن تقوم بها العمليات العسكرية النقطة الثانية بأن المسألة يعني الحق الفلسطيني أو التمثيل الفلسطيني أو سميه ما شئ لا يتعلق في حماس فقط يعني المسألة القضية الفلسطينية غير محصورة في حماس دوليا أنا أتحدث هنا سياسيا وعسكريا وكل النقاط هناك كثير طالما أن هذا الاحتلال موجود ستبقى هذه المقاومة موجودة فتح حماس الجبهة الشعبية الجهاد كثير من الفصائل وكثير من الهيئات السياسية والعسكرية طوال السبعين عام تشكلت وعادت وضعفت وقويت وبقيت وبالتالي من منظور الدولي طالما أن هناك احتلال ستبقى هناك مقاومة لهذا الاحتلال وستبقى هذه الألية المشكلة ليست في حماس أن المجتمع الدولي أو إسرائيل إذا قضوا على حماس انتهت المشكلة المشكلة هي في الاحتلال للأراضي الفلسطينية وفي مسألة أن نذهب إلى حل الدولتين وعندها تنتهي كل هذه النقاط أشكرك ناصر زهير رئيس قسم العلاقات الدولية في مركز جنيب للدراسات شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر